بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب في درس التربية الصحية والبدنية قدمه لكم أنا الأستاذ فهد بن علي القرني نستذكر في درسنا لهذا اليوم بعض الإثراءات عما تعلمناه في الدروس السابقة نتحدث عن عناصر الغذاء وأيضاً عن فوائد الانتظام على ممارسة النشاط البدني باستمرار فأهلاً وسهلاً بكم نتحدث في البداية عن الغذاء المتوازن التغذية السليمة هي الغذاء الذي يوفر للجسم كل مواده الأساسية واللازمة للمحافظة على الصحة العامة والقياس بالنشاط اليومي بكفاءة عالية ويعد الحصول على غذاء متوازن يضم العناصر الغذائية جميعها أمراً مهماً للمحافظة على الصحة وتتوزع هذه الأطعمة في خمسة مجموعات غذائية وهي الكربوهيدرات، البروتينات، الحليب ومشتقاته، الفواكه والخضروات، الدهون والسكريات في البداية نستذكر أن الغذاء المتوازن هو كل الغذاء الذي يوفر للجسم العناصر الأساسية والمواد اللازمة ليحافظ على صحته وأيضاً ليرفع الكفاءة لديه أثناء ممارسة النشاط البدني مجموعة وعناصر الأغذية تنقسم إلى الكربوهيدرات، البروتين وكذلك الخضروات والفواكه، الدهون والسكريات وأيضاً الحليب ومشتقاته والخضروات نتحدث عنها الآن ونستذكرها بتتابع أولاً الكربوهيدرات وهي ما نسميه بالنشويات والسكريات وتنقسم إلى سكريات أحادية مثل الفركتوز الموجود في الفواكه سكريات ثنائية مثل سكر القصب المسمى بالسكروز وسكريات معقدة التركيب مثل النشا الموجود في البطاطس والأرز والقمح والشعير والشوفان الكربوهيدرات هي ما نطلق عليه نشويات أو سكريات له عدة أشكال الشكل الأول سكريات وحادية مثل الفركتوز الذي يوجد في الفواكه أيضاً سكريات ثنائية مثل سكر القصب وأخيراً سكريات معقدة التركيب مثل ما يوجد في منتجات القمح والشعير والشوفان وغيرها ينصح بتناول ما يتراوح بين ثلاث إلى خمس حصص من الكربوهيدرات يومياً وتوزيعها بين الوجبات وذلك لأنها غنية بفيتامين باء تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على الكالسيوم الكربوهيدرات ينصح بتناول من ثلاث إلى خمس حصص يومياً سنتعرف بعد قليل عن كمية هذه الحصص الكربوهيدرات مهمة لأنها المصدر الرئيس للطاقة أيضاً لأنها تحتوي على فيتامين باء وأخيراً تحتوي على الكالسيوم المدعم لصحة العظام كذلك ينصح بتناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وهنا نذكر بعض الأمثلة لما يعادل حصة واحدة من الكربوهيدرات شريحة واحدة من الخبز أو ستة ملاعق كبيرة من الأرز أو الماكرونة أو حبتان صغيرتان من البطاطا أو ملعقتان كبيرتان من البطاطا الحلوة المهروسة الكربوهيدرات ينصح بالحصول على الكربوهيدرات من السكريات الوحادية إما من الفواكه أو من السكريات الثنائية من قصب السكر أو من منتجات الحبوب ذكرنا أنه يجب تناول من ثلاث إلى خمس حصص يومية من الكربوهيدرات بعض الأمثلة على مقدار الحصة الواحدة من الكربوهيدرات ما ذكرناه قبل قليل نتحدث الآن عن البروتينات وهي تضم مجموعة البروتين أو تضم مجموعة البروتين كل من البيض واللحوم والدجاج والأسماك والبقوليات والمكسرات وتعد هذه الأطعمة مهمة لنمو الجسم وإصلاحه كما أنها غنية بالحديد والفيتامينات مجموعة البروتين تضم عدة أنواع من الأطعمة كالبيض واللحوم والحليب أيضا يوجد به البروتين وغيره من الأطعمة وهو غني بالحديد ويمد الجسم بالفيتامينات يدخل في تركيب عدد من الخلايا للبروتينات أهمية في صحة الجسم كما ذكرنا ومن أهميتها أيضا أنها تدخل في تركيب الخلية العصبية بنسبة 10% تدخل أيضا في تركيب الخلايا العضلية بنسبة 20% تدخل في تركيب كثير من الهرمونات مثل هرمون الثيروكسين وهو هرمون تفرزه الغدة الدرقية في الدم ويلعب دورا حيويا في عملية الهضم ووظيفة القلب والعضلات وتطور الدماغ وصيانة العظام كذلك يستخدم كمصدر للطاقة في حال نقص مستوى السكر في الدم البروتينات مهمة أن تكون ضمن الغذاء المتوازن اليومي لأنها كما ذكرنا قبل قليل تدخل في تركيب عدد من الخلايا من تلك الخلايا الخلية العصبية في الجسم بنسبة 10% كذلك الخلية العضلية في الجسم بنسبة 20% وأيضا تدخل في تكوين كثير من هرمونات الجسم ومنها هرمون الذكورة أو هرمون الثيروكسين الذي يدعم صحة القلب كذلك يعتبر مصدر للطاقة في حال نزول مستوى سكر الدم للحصول على الاستفادة القصوى من البروتينات يجب تناول من 2 إلى 3 حصة يوميا من مجموعات البروتين وهنا نذكر بعض الأمثلة لما يعاد الحصة واحدة من البروتينات قطعة واحدة متوسطة الحجم من صدر الدجاج أو شريحة واحدة من السمك منزوع العظم أو علبة واحدة صغيرة الحجم من التونة أو السردين أو كوب واحد مطبوخ من العدس أو الفاصولية أو نصف علبة كبيرة من الفاصولية أو الحمص أو العدس لكي تكون هناك استفادة عالية من البروتينات لتواجدها ضمن الغذاء المتوازن السليم الذي نتناوله بشكل يومي يجب أن يحتوي جدول غذائنا المتوازن على البروتينات بمقدار من 2 إلى 3 حصة يوميا حتى نستفيد بشكل كامل من ما تقدمه لنا البروتينات في الغذاء بعض الأمثلة على مقدار الحصة الواحدة من البروتينات نتحدث الآن عن الحليب ومشتقاته وتضم هذه المجموعة الحليب والأجبان القاسية والطرية والألبان وتعد هذه الأغذية مهمة لأنها تحافظ على صحة الأسنان والعظام أيضا هي غنية بالكالسيوم وأيضا غنية بالبروتينات وأخيرا تحتوي على عديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين باء 12 الحليب ومشتقاته يوجد في منتجات الألبان والأجبان الطرية أو القاسية وهو أحد عناصر الغذاء المتوازن وجود الحليب ومشتقاته في الغذاء المتوازن السليم أمر مهم لما يحتويه من فيتامينات وعناصر أنه يحافظ على صحة الأسنان والعظام كذلك يحتوي على الكالسيوم وأيضا يوجد به نسبة من البروتينات يمكن أن يعوض أي نقص من عنصر البروتين في حال الغذاء المتوازن وأخيرا يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف ودال وفيتامين باء 12 ينصح بتناول ثلاث حصص يوميا من منتجات الألبان حيث أن الحصة الواحدة تعادل كوب واحد من الحليب أو علبة صغيرة من الزبادي أو قطعتان من الجبن التي تكون على شكل مثلثات عدد الحصص التي نحتاجها في عنصر غذاء الحليب ومشتقاته يعادل ثلاث حصص يومية وهذه بعض الأمثلة على الحصة الواحدة التي يجب أن تكون ضمن الغذاء المتوازن اليومي الحديث الآن عن الفواكه والخضروات وتضم هذه المجموعة الفواكه والخضروات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة أو كذلك المجففة وتمتاز هذه المجموعة بما يلي أنها منخفضة السعرات الحرارية وأيضا غنية بالألياف غنية كذلك بالفيتامينات وتعتبر من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجسم الفواكه والخضروات يحتوي هذا العنصر على الفواكه والخضروات المعلبة أو الطازجة المجمدة أو المبردة كل هذه الأنواع تمتاز بعدة مزايا يجب أن تتوفر ضمن الغذاء المتوازن المثالي من تلك المميزات أنها قليلة السعرات الحرارية كذلك غنية بالفيتامينات وأيضا غنية بالمعادن أيضا تعتبر من مضادات الأكسدة وأيضا غنية بالألياف التي تساعد على عملية الهضم كذلك من مميزات الفواكه والخضروات أنها تساهم في السيطرة على الوزن وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض وينصح بتناول خمس حصص يومية منها لأن الفواكه والخضروات منخافضة السعرات الحرارية فإنها تحافظ على الوزن ولا تزيد الوزن نتيجة قلة السعرات الحرارية ينصح بأن يكون ضمن الغذاء المثالي المتوازن خمس حصص من الفواكه والخضروات من أمثلة الحصة الواحدة من الخضروات والفواكه ما يلي ثمر التفاح أو برتقال أو أي فاكهة من نفس الحجم أو ثمرتين من الكيوي أو الخوخ أو حفنة من الكرز أو العنب أو التوت أو أي نوع من الفاكهة بالحجم نفسه أو من خمسة من عشرة إلى واحد ملعقة كبيرة من الفواكه المجففة أو نصف إلى ملعقة كبيرة من الفواكه المجففة كالزبيب المشمش الخوخ أو ثلاث ملاعب كبيرة ممتلئة من الخضروات أدنية أو المعلبة أو المطبوخة أو المجمدة أو شريحة واحدة من الفاكهة ذات الحجم الكبير كالبطيخ أو الأناناس هذه بعض الأمثلة على مقدار الحصة الواحدة من الفواكه والخضروات وكما ذكرنا ينصح بتناول خمس حصص من الفواكه والخضروات نتحدث الآن عن الدهون والسكريات وتضم هذه المجموعة الزبدة وزيوت الطبخ والكريمة وصلصات السلطات والمشروبات المحتوية على السكر والشوكولاتة وتنقسم إلى دهون مشبعة ودهون غير مشبعة الدهون المشبعة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول حيث يجب الإقلال منها قدر الإمكان أما الدهون الغير مشبعة تعمل على زيادة البروتينات الدهنية عالية الكثافة ومن ثم خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتكوين تخثر الدم الدهون والسكريات أحد عناصر الغذاء أو مجموعات الغذاء التي يجب أن تتوفر في الغذاء المثالي المتوازن توجد في الزبدة وزيوت الطبخ والصلصات وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والسكريات تنقسم إلى قسمين دهون مشبعة ودهون غير مشبعة الدهون المشبعة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ولذلك يجب أن تكون قليلة في الغذاء المثالي أما الدهون الغير مشبعة فهي تحتوي على البروتينات أو تعمل على زيادة البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي تساعد على تخثر الدم سؤال هل الدهون مهمة في الغذاء اليومي ويستفاد منها؟ نعم هي مهمة للغذاء اليومي لكن بنسبة قليلة وينصح بعدم الزيادة في تناولها لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وقليل من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم الدهون والسكريات هل هي مفيدة لصحة الجسم؟ نقول نعم هي مفيدة ويجب أن تكون ضمن مجموعة أو مجموعات عناصر الغذاء المثالي لكن بنسبة قليلة السبب لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية فالواحد جرام من الدهون والسكريات يساوي تسع سعرات حرارية ولذلك يجب الإقلال منها قدر الإمكان في جدول الغذاء المثالي اليومي نتحدث الآن عن فوائد الانتظام على ممارسة النشاط البدني وأهميته للصحة إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يعود بالكثير من الفوائد على الفرد بغض النظر عن عمره أو جنسه أو قدرته البدنية فالتمرين الرياضية يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على العديد من وظائف الجسم فوائد الانتظام على ممارسة النشاط البدني عديد الفوائد سنتطرق إلى بعضها خلال هذا الدرس ونستذكر ما تعلمناه فيها ممارسة النشاط البدني ترفع كفاءة الجسم تعطي كثيرا من الفوائد الوظيفية الصحية وكذلك النفسية أول هذه الفوائد السيطرة على الوزن تساعد ممارسة النشاط البدني في منع حدوث الزيادة في الوزن أو الحفاظ على ما تم إنقاصه منه فعند ممارسة التمرين الرياضية تحرك كمية من السعرات الحرارية وتزيد تلك الكمية بزيادة مقداره ومستوى التمرين أو النشاط البدني مع الالتزام بالممارسة بشكل منتظم أول فوائد الانتظام على ممارسة النشاط البدني هو إنزال أو إنقاص الوزن في حال كانت نسبة الشحوم فوق حدها الطبيعي أو المحافظة على النسبة المثالية ممارسة النشاط البدني بانتظام هي تؤدي إلى هذه النتيجة بشرط أن يكون هناك انتظام واستمرارية في ممارسة النشاط البدني ثانيا مقاومة الوعكات الصحية والأمراض تزيد ممارسة النشاط البدني من مستوى الكوليسترول الجيد وتقلل من مستوى الدهون الثلاثية في الجسم بغض النظر عن وزن الجسم الحالي وهذه العوامل تساعد على تدفق الدم بشكل سلس مما يقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كذلك يمكن لممارسة النشاط البدني بانتظام زيادة كفاءة وظائف الدماغ وتقلل من خطر الوفاة بشكل عام مقاومة الوعكات الصحية والأمراض الوقاية من الأمراض أحد فوائد الانتظام على ممارسة النشاط البدني برفع الكوليسترول الجيد في الجسم وبالتالي يعمل على التخلص من الكوليسترول السيء من الجسم أيضا إقلال الدهون الثلاثية في الجسم التي تسبب انسداد الشرايين وتوقف القلب كذلك امداد الجسم بحركة سلسة في الدورة الدموية نتيجة قلة الدهون الثلاثية في الجسم وارتفاع الكوليسترول الحسن وانخفاض الكوليسترول السيء كل هذه العوامل تكون بممارسة النشاط البدني بانتظام ثالثا تحسين الحالة النفسية والمزاج تحفز ممارسة النشاط البدني بانتظام انتاج هرمونات مختلفة في الدماغ تلعب دورا مهما في جعل الفرد يشعر بالسعادة والاسترخاء والتقليل من الشعور بالقلق كذلك تعطي الشخص الشعور بالرضا والارتياح حيال مظهر وشكل جسمي عند ممارسة التمارين الرياضية مما يزيد في ثقة الفرد بنفسه أهم عامل نفسي للانتظام على ممارسة النشاط البدني هو تحسين المزاج الشعور بالسعادة كذلك مقاومة الضغوطات التي يحدث بسببها القلق والتوتر والاكتئاب أيضا يشعر الشخص الممارس للنشاط البدني بانتظام بسعادة لأنه يلاحظ التغير على الشكل الخارجي للجسم والمحافظة على الوزن المثالي كل هذه الفوائد النفسية تتحقق بالانتظام في ممارسة النشاط البدني رابعا زيادة الطاقة والقوة الجسدية ممارسة النشاط البدني بانتظام يحقق زيادة القوة العضلية وتحسينها وزيادة قدرة عضلات الجسم على التحمل وتساعد كذلك الممارسة الرياضية المنتظمة في توفير كميات كبيرة من الأكسوجين والمواد الغذائية الضرورية لأنسجة الجسم المختلفة وهذا يؤدي إلى زيادة كفاءة عامل القلب والأوعية الدموية والرئتين وزيادة حجم الطاقة في الجسم أحد الفوائد زيادة الطاقة والقدرة الجسدية بزيادة كثافة أو حجم الألياف العضلية كذلك كثافة العظام تحسن الصحة العامة نتيجة الدورة الدموية الجيدة والسلسة التي تحمل الأكسوجين والغذاء وبالتالي توفر كل هذه العناصر لخلايا الجسم ويكون هناك إنتاج للطاقة بشكل جيد وإستهلاك بشكل جيد كذلك خامساً المساعدة على النوم بشكل صحي ممارس النشاط البدني بانتظام يساعد على الخلود للنوم بشكل أسرع ويحسن كذلك من كفاءة النوم لكن لا ينصح بممارسة الأنشطة البدنية في وقت قريب من موعد النوم لأن ذلك قد يزيد من نشاط الجسم ويقلل من الرغبة في النوم بيد أنه يمكن عمل تمرينات إطالة بسيطة قبل النوم لعضلات الجسم للمساعدة على الاسترخاء أحد أهم الفوائد للانتظام على ممارسة النشاط البدني المساعدة على النوم وتحسين كفاءة النوم والشعور بالارتياح أثناء النوم نتيجة الحركة والنشاط والتخلص من الضغوطات كل هذه العوامل تؤدي إلى تحسين نوع وجودة النوم لكن لا ينصح بممارسة النشاط البدني قبل وقت النوم لأن النشاط البدني يحفز الجسم يمكن عمل تمرينات إطالة بسيطة قبل النوم أو في نهاية اليوم وكذلك عمل تمرينات الإطالة والمرونة في بداية اليوم لتهيئة الجسد سادساً الشعور بالسعادة واكتساب الصدقات بالإضافة إلى دور الرياضة في منح الفرد الشعور بالاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق أو المشاركة في الأنشطة المختلفة التي تسعده يمكن للرياضة أيضاً أن تساعد في زيادة التواصل مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو حتى تكوين علاقات اجتماعية جديدة في بيئة صحية وممتعة من فوائد ممارسة النشاط البدني بانتظام أنه يمكن ممارسة هذه الأنشطة البدنية في الأماكن المخصصة لممارسة النشاط البدني مع أفراد العائلة أو في مجتمع صحي رياضي يمكن من خلاله اكتساب الصدقات والتعرف على أصدقاء جدد أو تحسين العلاقة بين أفراد العائلة أثناء ممارسة النشاط معهم كل هذه تؤدي إلى أيضاً السعادة والشعور بالريضة في الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن استماعكم وإنصاتكم تحدثنا اليوم واستذكرنا بعض ما تعلمنا عن عناصر الغذاء وأيضاً فوائد الانتظام على ممارسة النشاط البدني ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته